وباختصار يا جماعة مشروع جنرال مارشل ده مشروع تضافرت فيه كل قوة دولية في العالم لإعادة بناء وإعمار ألمانيا بعد الحرب العالمية التانية لأنها كانت في مدنها الكبرى وطبعا بالتحديد برلين يعني جات على الأرض بسبب الحرب فكل العالم عمل مشروع كده كان اللي هو المشروع اللي فكر فيه جنرال مارشل عشان جاء اسمه كده يعني مهم يعني عشان يتم بناء ألمانيا هل ده ودون مبالغة هل ده أكبر من مشروع جنرال مارشل هقولك أه ونسب مش أرقام عشان ما تجيش تقولي ما هو تعداد الناس سنة 1945 ما فيش مشروع اتعامل في الدنيا بالتحديد من القرن التسعتاشر لقرن الواحد والعشرين يغير خد بالك يغير بل مش تغير ينقل ستين في المية من تعداد وطن نقلة نوعية وعلاج كافة مشاكله الجزرية خد بالك مشاكل الجزرية يعني ايه؟ يعني أصل المشكلة مش الأعراض فلان عيان ما بنعالجش الصداع بنعالج العية طيب طيب اللي احنا سمعناه من سيادة اللي هو زي ما أنا علقت كده أمال كنا عندنا ايه؟ لما احنا بنعمل الطرق وبنعمل نركز الشباب والمدارس وحادات الصحية والبيوت وحطات الرفع والكهرباء وخطوط الماء وخطوط الصرف ولكن عندنا ايه؟ يعني مصر كان فيها ايه قبل كده؟ احنا شعب لي الجنة والله العظيم ده احنا استحملنا استحمل ألف حمد وشكر ليك يا رب والله العظيم اللي احنا فيه ده بجد للي هيفهمه ويقدره احنا في نعمة النعم من رب النعم الذي لا تنقطع منه النعمة حقيقي يا عم